بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعزائي الطلاب طلاب الفرع الاولى بكلية السيدلة اهلا وسهلا بكم معاكم دكتور اناس رمضان خريج كلية السيدلة بجامعة الازهر ومحاضر كيمياء عضوية معينا النهاردة فيديو جديد وهو الفيديو رقم اتنين هنتكلم فيه بازن الله عن الالكترونز ديستريبيوشن يعني توزيع الالكترونات وهنعرف ازاي بيتم وبعدين هنتكلم على الاتوميك اوربيتلز وبعدين هنتكلم على الالكترون كونفيجوريشنز وبعدين هنعرف يعني ايه فيلنس ويعني ايه فيلنس الاكترونز وايه الفرق ما بينهم وفي النهاية هنعرف يعني ايه لون بير اوف الاكترونز ده ملخص الفيديو بتاعنا اجمالا تعالوا نتكلم بالتفصيل عن كل نقطة من دول بس يصلوا عنها بالأول هنتكلم في البداية عن الالكترونز ديستريبيوشن يعني توزيع الالكترونز وهنعرف ازاي بيحصل توزيع الالكترون داخل الزرة احنا تكلمنا في الفيديو اللي فات اللي هو الفيديو رقم واحد عن الاتوم وعرفنا ان الاتوم بتتكون من نيوكيس اللي هي النواة وقلنا ان النواة محاطة بالالكترونز طيب هل الالكترونز بتدور حوالين النواة فاماكن عشوائية ولا ليها اماكن محددة خاصة بيها اكيد طبعا ليها اماكن محددة خاصة بيها النيوكيس يا جماعة محاطة ب7 energy levels محاطة بايه ب7 energy levels بنقول عليهم ال mean energy levels او ال mean energy shells يعني النواة محاطة ب7 مستويات للطاقة بنقول عليهم مستويات الطاقة الرئيسية مستويات الطاقة الرئيسية هي دي الاماكن اللي مسموح للالكترونز ان هو يدور فيها حوالين النيوكيس تمام طيب ايه هي المين energy levels احنا زي ما قلنا ان هم 7 مستويات السبع مستويات دول بنرمز ليهم يا اما بحروف يا اما بارقام لو هرمز ليهم بحروف فالمستوى الاول هيأخذ حرف الكي المستوى التاني هيأخذ حرف الال التالت الام وهكذا الى الكيو لو هرمز ليهم بارقام فالمستوى الاول هيأخذ رقم واحد التاني هيأخذ رقم اثنين وهكذا الى المستوى السابع تعالوا نشوف الصورة دي الصورة دي بتوضح الكلام اللي احنا قلناه ان يوكليس محاطة ب7 مستويات للطاقة بنقول عليهم المين انيرجي ليفلز او المين انيرجي شيلز قلنا ان احنا بنرمز ليهم يا اما بحروف يا اما بارقام فالمستوى الاول بياخذ حرف الكي المستوى التاني الال التالت الام وهكذا الى التو تمام تطيب كل مين انيرجي ليفل او كل مين انيرجي شيل بيحتوي على صب ليفل او صب شيل equal to its number يعني ايه كلام ده يعني كل مستوى طاقة رئيسي بيحتوي على مستوى طاقة فرعي بيساوي رقمه يعني ايه برضه يعني مستوى الطاقة رئيسي رقم واحد بيحتوي على مستوى طاقة فرعي واحد بس المستوى الثاني هيحتوي على اثنين المستوى الثالث هيحتوي على ثلاثة المستوى الرابع هيحتوي على اربعة وهكذا تمام؟ طب ايه هي مستويات الطاقة الفرعية؟ احنا عندنا اربع انواع من مستويات الطاقة الفرعية هما الـ S والـ B والـ D والـ F وبالتالي لو سألتك وقلتلك مستوى الطاقة الرئيسي الأول بيحتوي على كام سبليفل؟ هتقولي بيحتوي على واحد بس اللي هو مين? اللي هو الاس. طب المستوى التاني هتقول لي بيحتوي على اتنين. الاس والبي. طب المستوى التالت هيحتوي على تلاتة. الاس والبي والدي. طب المستوى الرابع هيحتوي على اربعة. الاس والبي والدي والاف. تمام? طيب. كل مستوى طاقة فرعي. كل او بيحتوي على بيحتوي على ايه؟ على فمثلا تمام يا جماعة؟ يبقى كل بيحتوي على ايه؟ بيحتوي على تمام؟ طيب كل بيحتوي على يعني ايه؟ يعني كل يقدر يشيل بحد اقصى يعني ما يقدرش يشيل اكتر من تمام؟ يبقى كل بيحتوي على كماكسيمم ايه؟ كماكسيمم نمبر. يعني لو سألتك وقلت لك ينفع يبقى فيه الالكترون؟ اه عادي مفيش مشكلة. طب ينفع يبقى مفهوش؟ عادي برضو مفيش مشكلة. طب ينفع يبقى فيه اه مفيش مشكلة. طب ينفع يبقى فيه تلاتة؟ لا طبعا ما ينفعش. تمام يا جماعة؟ تعالوا ناخد عشان الدنيا توضح اكتر. لو قلت لك مثلا اللي هو بيحتوي على كام هتقول لي بيحتوي على واحد بس اللي هو مين؟ اللي هو الاس برضو عليك. اللي احنا بنقول عليه ايه؟ وان اس. طب ايه الرقم اللي قبل الاس ده؟ الرقم اللي قبل الاس ده بيعبر عن ايه؟ الرقم ده يا جماعة بيعبر عن رقم مستوى الطاقة الرئيسي. ليه؟ لان احنا عارفين ان المستوى الاول في اس والمستوى التاني في اس وبي. المستوى التالت في اس وبي ودي. فعشان افرع لك ما بين الاس اللي موجودة في المستوى التاني. والقس اللي موجودة في المستوى الاول. بحطي لك قبل رقم المستوى الرئيسي. تمام يا جماعة? يبقى الرقم اللي قبل اله بيدل على ايه? بيدل على رقم المستوى الرئيسي. تمام? يبقى لو سألتك وقولت لك. المستوى التاني بيحتوي على كام ع Level؟ هتقول لي بيحتوي على 토ول عب ليبال اللي هم مين? اللي هم الاس والبي. بس خلاص بقى احنا عرفنا ان احنا بنقول عليهم تو اس وتو بي. تمام? طب لو سألتك وقلتلك. الاس بيحتوى على كام اوربتال? برافو عليك? هتقول لي بيحتوى على طب الساب بي هتقول لي بيحتوى على برافو عليك. تمام? طب المستوى التالت بيحتوى على كام هتقول لي تلاتة الاس و ال B و ال D خلاص عرفنا الاس بيحتوى على ون اربتال و ال B بيحتوى على تلاتة و ال D بيحتوى على كم بيحتوى على خمسة وعرفنا ان الرقم الا قبل ال sub level بيدل على رقم مستوى الطاقة الرئيسي. تمام يا جماعة? تمام. طب لو قلت لك مستوى الطاقة الرابع بيحتوى على كم سب level? هتقول لي اربعة ال S وال B وال D وال F. طب لو سألتك وقلتلك السبليفل F بيحتوى على كام أوربيتال هتقول لي بيحتوى على كام على سبع أوربيتالات تمام يا جماعة طب جاوب بقى انت السؤال ده لو قلتلك المستوى الخامس بيحتوى على كام سبليفل ها برافو عليك بيحتوى على خمسة اللي هم مين اللي هم ال S وال B وال D وال F ايه ده جه منين ال G ما انت يا دكتور ايل لنا ان احنا عندنا اربع انواع بس من السبليفل اللي هم ال S وال B وال D وال F وما جبتش خالص صرت ال G الكلام ده يا جماعة يعني ايه يعني كلام نظري مش يحتوي على مستوى طاقة فرعي بيساوي رقمه وبالتالي يبقى المستوى الخامس هيحتوى على خمسة والمستوى السادس هيحتوى على ستة اللي هما ال S وال B وال D وال F وال G وال H والمستوى السابع هيحتوى على سبعة اللي هما ال S وال B وال D وال F وال G وال H وال I صح ولا ايه بس الكلام ده نظريا ليه نظريا لان احنا لو بصينا في الجدول الدوري مش ينلاقي اي عنصر في الجدول الدوري بيستخدم الصب ليفل جي كلهم يا جماعة اخرهم في التوزيع الالكترون السبليفل مين اف. يعني لو بصينا هنا هنلاقي ان كل العناصر في الجدول الدوري بتستخدم مين? بتستخدم الاس والبي والدي والاف. لكن ما فيش عنصر في الجدول الدوري بيستخدم مين? بيستخدم الجي. فهو نظريا موجود لكن واقعيا مفيش غير الاربع انواع دول اللي هما الاس والبي والدي والاف. تمام يا جماعة? طب تعالوا نتكلم على الاتوميك اوربيتلز. يعني ايه اوربيتل? الاوربيتل يا جماعة عبارة عن space around the nucleus where an electron is most likely be found. يعني ايه الكلام ده? يعني الاوربيتل عبارة عن فراغ حوالين النواة الالكترون بيكون متواجد فيه. احنا لسه قيلين دلوقتي ان النيوكليس بتكون محاطة بسبع مستويات للطاقة اللي احنا بنقول عليهم المين انيرجي ليفلز. وقلنا ان كل مين انيرجي ليفل بيحتوي على ساب ليفل. وكل ساب ليفل بيحتوي على اتوميك اوربيتلز وكل اوربيتل بيحتوي على تو الكترونز كماكسيموم نمبر. وبالتالي الاوربيتل هو ده المكان اللي بتكون متواجدة فيه. تمام كده يا جماعة? تمام. طيب ايه هي انواع الاوربيتل? احنا عندنا اربع انواع من الاوربيتلز. ليه? لان احنا عندنا اربع انواع من الساب ليفل. واحنا يسا قيلين ان كل ساب ليفل بيحتوي على اتوميك اوربيتلز. فمثلا الساب ليفل اس بيحتوي على وان اوربيتل. الساب ليفل بي بيحتوي على سري اوربيتلز. الساب ليفل دي بيحتوي على فايف اوربيتلز. الساب ليفل اف بيحتوي على سيفن اوربيتلز. خلي بالك بقى ان الاوربيتل بيتسمى باسم الساب ليفل. يعني مثلا الساب ليفل اس بيحتوي على أوربيتال S السابليفل B بيحتوي على أوربيتال B السابليفل D بيحتوي على أوربيتال D وهكذا تمام يا جماعة احنا غالبا مش هنتعامل غير مع ال S وال P أوربيتال طيب ايه هي اشكال الأوربيتال بقى احنا عندنا ال S أوربيتال يا جماعة بيكون S spherical sheep ال S أوربيتال بيكون S spherical sheep يعني شكل دائري اللي هو الشكل اللي قدامك ده الشكل ده كده بقول عليه ايه ال S أوربيتال اللي هو الشكل الدائري طيب ال B أوربيتال ال B أوربيتال بيكون Dumble sheep بيكون ايه بيكون Dumble sheep طب ايه هو شكل Dumble أصلا الناس اللي بتروح الجم هيبقى عارفين ايه هو شكل Dumble هو ده شكل �umble ال B أوربيتال بقى بيكون شكل الدumble ده طب ايه هو شكل ال B أوربيتال تعالوا نشوف كده هو ده شكل البي أوربيتالز دي شكل البي أوربيتالز تخيل مثلا ان هم بلونتين مثلا مسكين في بعض تمام يبقى البي أوربيتال بيكون ايه بيكون شكل الدمبل تمام يا جماعة طيب انا ليه هنا رسم 3 اشكال للبي أوربيتال عشان لو لاحظت فوق احنا قلنا ان البي سبليفل بيحتوي على سري أوربيتالز اللي هم ايه بقى اللي هم البي أكس والبي والبي زد البي أكس بيكون البي أوربيتال على المحور اكس طيب البي بيكون البي أوربيتال على المحور واي طيب والبي زد بيكون البي أوربيتال على المحور زد وخلي بالك ان المحور اكس والمحور واي والمحور زد الثلاثة دول متعمدين على بعض يعني الزاوية ما بينهم كام تسعين درجة عشان الشكل ده يوضح ليك تعال نشوف الفيديو ده الفيديو ده بيوضح أشكال الأوربيتال وهتعرف هم متعمدين على بعض إزاي ده كده ال-S-أوربيتال خلي بالك إنه هو ال-1-S وده كده ال-2-S-أوربيتال خلي بالك إنه هو لو لاحظت يعني هتلاقيه أكبر من ال-1-S وده كده ال-B-X-أوربيتال يعني ال-B-أوربيتال موجود على المحور X طيب وده كده ال-B-Y-أوربيتال يعني ال-B-أوربيتال موجود على المحور Y وده كده ال-B-Z-أوربيتال يعني ال-B-أوربيتال موجود على المحور Z لاحظ بقى هتلاقي إن الثلاث محاور دلوقتي متعمدين على بعض أهو المحور X عمودي على المحور Y عمودي على المحور Z تمام يا جماعة؟ بيخليك عارف أن البي الثلاثة أربطالات من البي اللي هما البي X والبي Y والبي Z الثلاثة محاور متعمدين على بعض الزاوية ما بينهم كانت تسعين درجة طيب إحنا لسه قيلين دلوقتي أن كل أربطال يعني كل أربطال يقدر يمسك أو يقدر يحتوي على 2 electrons كماكسيمم نمبر طيب لو حد سألك وقال لك السبليفل S أو السبليفل B أو السبليفل G يقدر يمسك كم إلكترونز كماكسيمم نمبر؟ هتعمل إيه؟ الجدول ده موضح السؤال ده لو حد قال لك السبليفل S مثلا يقدر يمسك كم إلكترونز بحد أقصى هتقوله أن السبليفل S فيه كم أربطال؟ فيه 1 أربطال وبالتالي بما أن الأربطال الواحد يقدر يشيل 2 electrons كماكسيمم نمبر يبقى السبليفل S يقدر يحتوي على 2 electrons كماكسيمم نمبر طيب لو حد قال لك مثلا السبليفل F هتقوله أن السبليفل F فيه 7 orbitals وبما أن الأربطال الواحد يقدر يشيل 2 electrons يبقى السبليفل F يقدر يشيل 14 electrons كماكسيمم نمبر طيب لو حد قال لك مثلا السبليفل B هتقوله أن السبليفل B فيه 3 orbitals وبما أن كل أربطال يقدر يشيل 2 electrons يبقى السبليفل B يقدر يشيل 6 إلكترونات كماكسيمم نمبر طيب لو حد سأل لك مثلا وقال لك السبليفل I يقدر يشيل كام إلكترون كماكسيمم نمبر هتقوله أن السبليفل I فيه 13 orbital في كام فيه 13 orbital وبما أن الأربطال الواحد يقدر يشيل 2 electrons يبقى السبليفل I يقدر يشيل كام إلكترون يقدر يشيل 26 إلكترون تمام يا جماعة؟ تمام طيب بنفس المنطق كده لو حد قال لك الفرستشل يقدر يشيل كام إلكترون يعني المستوى الأول يقدر يشيل كام إلكترون هتقول له والله أن المستوى الأول فيه أوربتال واحد بس اللي هو ال1s وبناء عليه الفرستشل يقدر يشيل 2 electrons كماكسيمم نمبر طيب لو قال لك المستوى الثاني هتقول له والله المستوى الثاني فيه 2s orbital و2b orbital والs orbital يقدر يشيل 2 electrons كماكسيمم نمبر والb orbital يقدر يشيل 6 electrons كماكسيمم نمبر وبالتالي يبقى السكندشل يقدر يشيل 8 إلكترونات كحد أقصى طيب لو حد قال لك المستوى الثالث يقدر يشيل كام إلكترون هتقول له والله هو فيه s و b و d والs بيشيل 2 والb بيشيل 6 والd بيشيل 10 وبناء عليه يبقى total number للإلكترون اللي المستوى الثالث يقدر يشيلهم هو كام هو 18 electrons طيب لو حد قال لك المستوى الرابع هتقول له نفس الفكرة بقى المستوى الرابع فيه s و فيه b و فيه d و فيه f والs يقدر يشيل 2 الb يقدر يشيل 6 الd يقدر يشيل 10 الf يقدر يشيل 14 إلكترون وبالتالي يبقى total number لعدد الإلكترونات اللي المستوى الرابع يقدر يشيلها هو كام إلكترون هو 32 electrons طيب يا دكتور هو أي حد يسألني ويقول لي المستوى الأول أو الثاني أو الرابع ريا كان رقم المستوى بيحتوي على كام إلكترون كماكسيمم نومبر هبص على عدد الأوربيتال واشوف الأوربيتال الواحد اللي موجود بيشيل كام إلكترون واعد أجمع هقول لك لا ما تعملش كده فيه قانون بسيط جدا بيوضح لك المكسيمم نومبر للإلكترون اللي بتكون موجودة في المستوى يعني مثلا نفترض ان انا قلت لك المستوى الرابع يقدر يشيل كام إلكترون هتستخدم القانون البسيط ده اللي هو إيه اللي هو اتنين ان تربيع حيث ان بتساوي الشيل نومبر يعني إيه يعني أنا مثلا قلت لك المستوى كام المستوى الرابع هتروح عامل إيه هتقول اتنين ان تربيع الان اللي هي مين الان اللي هي رقم المستوى يبقى اتنين في اربعة تربيع اربعة تربيع كام اربعة تربيع ستاشر اربعة فاربعة بستاشر طب ستاشر في اتنين يبقى اتنين وتلاتين يبقى عدد الالكترنات اللي المستوى الرابع يقدر يشيلها هو كام إلكترون هو اتنين وتلاتين يبقى يا جماعة عشان احسب المكسيمم نومبر للالالكترون اللي بتكون موجودة في الشيل باستخدم خانون ايه اتنين ان تربيع اتنين ان تربيع حيث ان هي الشيل نومبر هي رقم المستوى وخلي بالك ان احنا بنربع الاول وبعدين بندرب حدش يدرب وبعد كده يربع لا احنا بنربع الاول وبعد كده ايه وبعد كده بنضرب فمسلا يعني لو قلتلك الفرستشيل اللي هو الكيشيل بيحتوى على كام إلكترون كماكسيمم نومبر هتقول لي اتنين في ان تربيع يبقى واحد تربيع واحد طب واحد في اتنين يبقى اتنين طب لو قلتلك السكند شيل هتقول لي اتنين في ان تربيع اتنين تربيع اربعة اربعة في اتنين بتمني تمام يا جماعة ودي امثلة بيوضح لك اهو الشيل نيم والشيل نومبر والصب شيل نيم والصب شيل ماكسيمم الكترونز والشيل ماكسيمم الكترونز تمام يا جماعة يعني مثلا لو قلت لك المستوى الخامس يقدر يشيل كام إلكترون هتقول لي على حسب القانون بقى خمسة تربيع يبقى كام خمسة وعشرين خمسة وعشرين في اتنين يبقى خمسين إلكترون لو جيت حسبتها هتلاقي ان المستوى الخامس فيه ايه فيه خمسة اس وفيه خمسة بي وفيه خمسة دي وفيه خمسة اف وفيه خمسة جي الاس بيشيل اتنين والبي بيشيل ستة والدي بيشيل عشرة والاف بيشيل اربعتاشر والجي بيشيل تمنتاشر اجمع كل ده هيطلع لك في النهاية كام خمسين تمام يا جماعة يبقى لو حد سألك وقال لك الماكسيموم نمبر للإلكترون اللي موجودة في الشل هتستخدم قانون ايه اتنين ان تربيع حيث ان بتساوي رقم المستوى تمام وبنربع الاول وبعد كده بندرب محدش ينسى تمام يا جماعة تمام طب تعالوا نتكلم على الانيرجي of atomic orbitals يعني طاقة الاربتالات لو لاحظنا هنلاقي ان الone s orbital هو اقل حاجة في الانيرجي ليه يا جماعة هو اقل حاجة في الانيرجي؟ لو تخيلنا ان النيوكليس موجودة هنا كده احنا كنا قيلين ان النيوكليس بيكون عليها positive charge وقلنا ان الاس اربيتال بيحتوي على electrons اللي هما two electrons كماكسيموم نمبر وقلنا ان الالكترونز بيكون عليها negative charge وإحنا عارفين ان الشحنات المختلفة بيحصل لها ايه؟ تتجازب برافو عليك فبينشأ قوة اللي هي قوة تجازب ما بين الاشارة السالبة اللي موجودة على الالكترونز والاشارة الموجبة اللي موجودة على النيوكليس فبينشأ قوة ما بين الالكترونز والنيوكليس فبيخلي الالكترونز اللي موجودة في الone s orbital stable يعني مستقرة وبما ان الالكترونات اللي موجودة في الone s مستقرة ده معناها ان الانيرجي بتاعتها قليلة خلي بالك فيه علاقة ما بين الانيرجي والاستابلتي علاقة ما بين ايه؟ الانيرجي والاستابلتي اللي هي الطاقة والاستقرار كل ما المركب بتاعي او كل ما الحاجة بتاعتي تكون stable ده معناه ان الانيرجي بتاعتها قليلة وكل ما الانيرجي بتاعتها زادت ده معناه ان هي مش stable فخلي بالك ان فيه علاقة ما بين الانيرجي والاستابلتي يبقى مين أقل حاجة في الإنيرجيا يا جماعة هو ال-1S يبقى لو حد سألك وقالك مين أكتر حاجة في الاستابيليتي هتقوله مين هتقوله ال-1S ليه؟ نتيجة السبب اللي احنا قلنا ده إنه هو أقرب حاجة للنيوكليوس ونتيجة الإشارة السالبة اللي على الإلكترونز والإشارة المجابة اللي على النيوكليوس بينشأ ما بينهم قوة تجازب القوة ديت بتخلي الإلكترونز اللي موجودة في ال-1S ستيبل طيب يبقى ال-1S هو أقل حاجة في الإنيرجي وزي ما أنت ملاحظ كده إن الإنيرجي بتزيد كل ما بعيدنا عن إيه؟ كل ما بعيدنا عن النيوكليوس يبقى أقل حاجة في الإنيرجي هو مين؟ هو ال-1S وبعدين ال-2S وبعدين ال-2B ولو حد سألك وقالك مين الأعلى في الإنيرجي؟ ال-2B ولا ال-2S؟ هتقول له لا ال-2B أعلى في الإنيرجي لأنه هو أبعد عن النيوكليوس تمام؟ وكل ما المسافة بتزيد ما بين الأوربيتال والنيوكليوس كل ما القوة اللي كانت بتنشأ اللي هي قوة التجازب دي بتكون إيه؟ ضعيفة فعشان كده الأوربيتال بتاعي بيكون less stable يعني الإنيرجي بتاعته عالية طب خلي بالك إحنا كنا قيلين أن ال-B سبليفل بيحتوي على سري أوربيتال اللي هم ال-BX وال-BY وال-BZ هل الإنيرجي بتاعتهم متساوية؟ ولا في حد فيهم أعلى من التاني في الإنيرجي؟ لا يا جماعة الثلاث أوربيتالات اللي هم ال-BX وال-BY وال-BZ الثلاثة ليهم نفس الإنيرجي لكن هم كلهم أعلى في الإنيرجي منين من ال-2S تمام يا جماعة؟ يبقى قال لحاجة في الإنيرجي ال-1S بعدين ال-2S وبعد كده ال-2B وبعد كده ال-3S وبعد كده ال-3B طيب خلي بالك أن إحنا عندنا مصطلح بنطلقه على الأوربيتالات اللي ليها نفس الإنيرجي واش احنا قلنا؟ أن ال-BX وال-BY وال-BZ ليهم نفس الإنيرجي فال-3 أوربيتالات اللي ليهم نفس الإنيرجي دول بنقول عليهم إيه؟ بنقول عليهم Degenerate Orbitals يبقى ال-Orbitals of Equal Energy بنقول عليهم إيه؟ بنقول عليهم Degenerate Orbitals زي مين؟ زي ال-BX وال-BY وال-BZ تمام يا جماعة؟ تمام طيب فيه طريقة سهلة وبسيطة عشان أعرف بيها الترتيب الصحيح للإنيرجي بتاعة الأتوميك أوربيتالز بعمل إيه؟ مش إحنا عارفين أن كل مستوى طاقة رئيسي بيحتوي على مستوى طاقة فرعي مساوي رقمه؟ قلنا الكلام ده وخلاص فيه منه وحفظناه فقلنا مثلاً أن المستوى الأول بيحتوي على مستوى طاقة فرعي واحد بس اللي هو ال-1S المستوى الثاني هيحتوي على اتنين اللي هم ال-2S وال-2B المستوى الثالث هيحتوي على ثلاثة 3S 3B 3D المستوى الرابع هيحتوي على أربعة 4S 4B 4D 4F المستوى الخامس هيحتوي على خمسة 5S 5B 5D 5F 5G بس إحنا قلنا أن آخرنا بيكون ال-F ليه؟ لأن إحنا قلنا أن الباقي ده بيكون حاجات إيه؟ سيوريتيكالي يعني حاجات نظرية مش أكتر من كده طيب المستوى السادس هيحتوي على 6 اللي هم 6S 6B 6D 6F 6G 6H بس ما يهمنيش إلا لحد مين لحد ال-D وبعد كده المستوى السابع بيحتوي على 7S 7B 7D 7F 7G 7H 7I بس يهمني لحد مين لحد ال-B طيب وبعدين إحنا خلاص بقى عارفين الحاجات ديت أنت تكتبها كده مع نفسك وبعدين هتعمل إيه؟ هتعمل بقى اللي أنا هقولك عليه ده هنبدأ ترتيب بحسب الأسم كده أول حاجة ال-1S وبعد كده ال-2S وبعد كده ال-2B 3S وبعد كده ال-3B 4S وبعد كده ال-3D ال-4B ال-5S وبعد كده ال-4D ال-5B ال-6S وبعد كده ال-4F ال-5D ال-6B ال-7S وبعد كده ال-5F السكسي دي السيفن بي. تمام يا جماعة؟ يبقى هو ده التبتيب الصحيح لمين؟ للانيرجي بتاع الاتوميك اربتالز. تمام؟ كنا بنحفظهم زمان بطريقة سهلة كده وبسيطة. اللي هي ايه? الاغنية ديت. اللي هو اول حاجة بنقول ايه? اس اس اس. وبعد كده بس بس. وبعد كده دبس. دبس. وبعد كده فدبس. فدبس. يبقى تاني. اس اس. بس. بس. دبس. دبس. وبعد كده فدبس. فدبس. هو ده التبتيب الصحيح لمين؟ ده التبتيب الصحيح للانيرجي بتاعة الاتوميك اربتالز. يبقى اهم حاجة ان انت تعرف كده ان كل مستوى بيحتوي على ايه؟ بيحتوي على ساب ليفل مساوي رقمه. وتروح كتابهم. المستوى الاول بيحتوي على وان اس. المستوى التاني تو اس تو بي وهكزا. وبعدين تمشي طبقا للأسهم ديت. اول حاجة الوان اس وبعد كده تو اس وبعد كده تو بي سري اس وهكزا. تمام يا جماعة؟ يبقى هو ده التبتيب الصحيح لمين? للانيرجي بتاعة الاتوميك اربتالز. وهم موجودين هنا برضو. اول حاجة الوان اس وبعد كده تو اس وبعد كده تو بي بعد كده سري اس السري بي الفور اس السري دي الفور بي الفايف اس الفور دي الفايف بي سكس اس الفور اف الفايف دي السكس بي السيفن اس فايف اف السكس دي. بس طبعا انت صعب ان انت تحفظهم كده انت تحفظهم بالطريقة اللي انا قلتلك عليها ديت اللي هو هتكتب اول حاجة رقم المستوى وبعد كده المستويات الفرعية في كل مستوى وبعدين تمشي بطريقة الاسم ديت. طريقة سهلة جدا وبسيطة. تمام يا جماعة? تمام. لاحظ بس ان الانيرجي بتزيد من اسفل لاعلى. كل ما بنبعد عن النيوكلياس الانيرجي بايه? الانيرجي بتزيد. تمام يا جماعة? يعني اقل حاجة في الانيرجي هو مين? هو الان اس. وبعد كده الانيرجي بتزيد كل ما بتطلع ايه? كل ما بتطلع فوق. تمام? طيب. تعالوا نشوف كده ملخص لكل الكلام اللي احنا قلناه لحد دلوقتي. احنا اتكلمنا على الشيل والصابشيل والاربيتلز. وقلنا ايه هو الشيل? وقلنا ايه هو الصابشيل? وقلنا ايه هي الاربيتلز. وعرفنا ان ديت بالنسبالي النيوكلياس. وقلنا ان النيوكلياس بتكون محاطة بمستويات للطاقة. اول حاجة اللي هو اقرب حاجة للنيوكلياس ده بنقول عليه ايه? بنقول عليه الفرستشيل اللي هو الكيشيل اللي هو المستوى الاول. وقلنا ان الكيشيل بيحتوي على صابشيل واحد بس. اللي هو مين? اللي هو الون اس. تمام يا جماعة? تمام. بعد كده قلنا ان بيحتوي على تو صابشيل او صابشيل اللي هم مين? اللي هم الاس والبي. وعرفنا ان البي صابشيل فيه كام اربتل في سري اربتلز. اللي هم مين? اللي هم البي اكس والبي والبي زل. تمام يا جماعة? يبقى ده كله بالنسبة لي كده هو السكند شيل. السكند شيل فيه نوعين من الساب ليفل اللي هم الاس والبي. والاس فيه وان اربتل. والبي فيه سري اربتلز. تمام? بعد كده اتكلمنا على السير دي شيل. وقلنا ان السير دي شيل بيحتوي على سري صاب ليفل اللي هم الاس والبي والدي. وقلنا ان الدي فيه كام اربتل فيه فايف اربتلز. دي رسمة وضوحية كده لكل الكلام اللي احنا قلناه لحد دلوقتي. تعالوا نتكلم على حاجة تانية مهمة وهي الالكترون كلاود. يعني ايه الالكترون كلاود بالعربي اللي هي السحابة الالكترونية. يعني ايه الالكترون كلاود? الالكترون كلاود عبارة عن area in space where an electron is likely to be found. بس خلي بالك ان دي ايه? only probability. يعني حاجة محتمرة. يعني ايه الكلام ده? احنا دي ساقلين حاجة شبيهة بالتعريف ده. اللي هو تعريف مين? تعريف الاربتل. كنا قلين على الاربتل ان هو برضو space around the nucleus where an electron is most likely to be found. طب ايه الفرق ما بين الاتنين? ايه الفرق ما بين الالكترون كلاود والاربتل? بص يا جماعة. الاربتل ده المكان اللي الالكترون متواجد فيه بنسبة تسعة وتسعين وتسعة من عشرة. يعني انت متأكد ان الالكترون موجود داخل الاربتل. دي حاجة مفروغ منها. لكن الالكترون كلاود دي عبارة عن سحابة بتنشأ نتيجة دوران الالكترون حوالين النيوكليوس. تعالوا كده شوفوا الشكل ده. الشكل ده بيقولك ان انت لو عندك زارة الهليم زارة الهليم بتحتوي على two electrons. الالكترونات دي موجودة فين? الالكترونات دي موجودة داخل الاربتلز. وبتلف حوالين ايه? وبتلف حوالين النيوكليوس. نتيجة لف الالكترون حوالين النيوكليوس بيعمل حاجة شبه السحابة كده بنقول عليها ايه? بنقول عليها الالكترون كلاود. تعالوا برضو نشوف الفيديو ده عشان الدنيا توضح اكتر. لو جينا وبصينا على الفيديو ده هنلاقي ان دي النيوكليوس والالكترون بيلف حوالين النيوكليوس. نتيجة ان الالكترون يا جماعة بيلف بسرعة عالية جدا جدا جدا. هيكون السحابة الالكترونية اللي احنا بنقول عليها ايه? الالكترون كلاود. هتشوفوا دلوقتي في الفيديو اهو. تخيل بقى ان انت عندك اكتر من الالكترون بيلفه حوالين النيوكليوس. فيبدأ ينشع عندك ايه? الالكترون كلاود. اللي هي السحابة الالكترونية. يبقى خليك عارف ايه الفرق ما بين الالكترون كلاود والاوربيتال. الالكترون كلاود دي منطقة ما تقدرش تمسك الالكترون هنا وتقول ده الالكترون موجود هنا. عشان كده احنا بنقول ايه? دي بروبابيليتي احتمالية. لكن الالكترون ده مكان الالكترون موجود فيه بنسبة 99.9 تمام يا جماعة? تعالوا نتكلم على الالكترون كونفيجوريشنز يعني توزيع الالكترونز داخل الالكترون بس في البداية تعالوا نعرف ازاي بيحصل failing the atomic orbital with electrons. يعني ازاي بيحصل ملء للأوربيتال بالالكترونات. ملء الأوربيتالز بالالكترونز يا جماعة بيكون طبقا لقواعد وشروط. فيه تلات قواعد بتتحكم في ملء الأوربيتالز بالالكترونز. اول حاجة قاعدة اوفباو برينسبل. قاعدة ايه? اوفباو. بتقول ايه? بتقولك يعني ايه الكلام ده? يعني الأوربيتالز اللي ليها اقل انرجي هي اول حاجة بتتميلي بالالكترونز. واحنا خلاص عرفنا ان الأوربيتالز اللي ليها لوست انرجي هي اقرب حاجة للنيوكليوس. اقرب حاجة للنيوكليوس يا جماعة هي بتكون الليوست انرجي. تمام? يبقى قاعدة اوفباو برينسبل بتقول ايه? بتقولك. تمام? تمام. طيب. تانية قاعدة معنا هي قاعدة باولي اكسكلوجين برينسبل. ودي بتقول ايه? بتقول. ودي خلاص احنا عرفناها. يعني ايه الكلام ده? يعني الأوربيتال الواحد ما ينفعش يشيل اكتر من تو الكترونز. هو تو الكترونز كماكسوموم نمبر. يعني ما ينفعش يشيل اكتر من اتنين. ولازم التو الكترونز اللي يكونوا موجودين في نفس الاربيتال يكونوا عكس بعض في الاتجاه. يكونوا عكس بعض في ايه? في الاتجاه. يبقى تاني باولي اكسكلوجين برينسبل بتقول ايه? بتقولك. only two electrons can occupy the same orbital. and they must be of opposite span. طيب. تالت قاعدة معنا بتقول ايه? تالت قاعدة معنا هي قاعدة هند. اسمها ايه? اسمها هندس رول. بتقول ايه? بتقول. if two or more empty orbitals of equal energy are available. one electron is pleased in each until all are half fall. يعني ايه الكلام ده بقى يا جماعة? يعني لو انا عندي اكتر من اربتال ليهم نفس الانيرجي. في الحالة دي هوزع الالكترونز فيهم ازاي? قال لك ان انت هتحط في كل اربتال one electron. لحد ما تملى كل الاربتالز الموجودة اللي ليها نفس الانيرجي. وبعدين تبدأ تزاود. يبقى انا في الاول هوزع الالكترونات فردية. وبعدين هبدأ ازاوج بعد ما خلص توزيع الالكترونات الفردية في كل الاربتالز اللي ليها نفس الانيرجي. تعالوا ناخد مثال عشان نفهم اكتر. لو انا عندي مثلا وليكن زرة الكربون اللي هي الاتوميك نومبر بتاعها ستة. يعني فيها ستة الالكترونات. وعايز اوزحها. اوزحها ازاي? قلنا طبقا لقاعدة افباو. هبدأ بالاربتال اللي ليه لوست انيرجي. اللي هو اقرب حاجة للنيوكليس. اللي هو مين? اللي هو الوان اس. فالوان اس ده هياخد تو الالكترونز. هحط فيه وان الالكترون. اتجاهه فوق. والتاني اتجاهه تحت. تبقا لقاعدة اتنين. تبقا لقاعدة بولي. برافو عليك. تمام. وبعدين هخش على التو اس. التو اس برضو هياخد تو الالكترونز. واحد اتجاهه فوق. والتاني اتجاهه تحت. تمام. كده انا استخدمت كان استخدمت اربع الالكترونات. متبقى معايا كان من الستة. متبقى معايا تو الالكترونز. فالمفروض اعمل ايه? تبقا لقاعدة هوند هعمل ايه? هحط وان الالكترون في كل اربتال. يعني انا هحط وان الالكترون هنا وان الالكترون هنا. وبكده يبقى انا استخدمت الايه? الستة الالكترونات. طب نفترض ان انا مثلا كان معايا تسع الالكترونات. كنت هعمل ايه? كنت هحط برضو هنا اتنين وهنا اتنين. يبقى انا كده متبقى معايا كم الالكترون? كده هيبقى متبقى معايا خمسة من التسعة. هوزحهم ازاي? هبدأ توزيع الاول فرادة. ليه? لان انا عندي تلات اربتالات ليهم نفس الانيرجي. وقاعدة هند كانت بتقول لو انا عندي اربتالين او اكتر ليهم نفس الانيرجي هبدأ توزيع للالكترون فيهم ايه? فرادة. برافو عليك. يعني هبدأ اوزع الالكترونات فيهم فرادة لحد ما خلصهم. ولو تبقى معايا اي الالكترون هبدأ ازاوج. فانا كده معايا كم الالكترون? معايا خمسة. هوزحهم ازاي? هحط هنا وان الالكترون وهنا وان الالكترون وهنا وان الالكترون. وبكده هكون مليتهم كلهم بالالكترون. طيب انا كده متبقى معايا توالكترون هعمل ايه? هبدأ ازاوج. هحط هنا وان الالكترون. بس طبعا يكون عكس اتجاه الالكترون الاول. وهنا وان الالكترون. ويكون عكس اتجاه الالكترون الاول. وبكده اكون وزعت التسعة الكترونات. يبقى انا عندي تلات قواعد بتتحكم في ملء الأوربيتالز بالإلكترون أول حاجة قاعدة ودي بتقول أن تمام تاني قاعدة قاعدة باولي ودي بتقول يعني لازم يكون اتجاههم عكس بعض وبعد كده تالت قاعدة اللي هي قاعدة هند ودي بتقول تمام يا جماعة تمام احنا طبعا شرحنا من شوية الترتيب الصحيح للأوربيتالز من حيث الأنيرجي وقلنا أن أول حاجة هو الـ 1S وبعد كده الـ 2S وبعد كده الـ 2B وبعد كده الـ 3S وبعد كده الـ 3B وبعد كده الـ 4S وبعد كده الـ 3D وبعد كده الـ 4B وبعد كده الـ 5S وبعدين الـ 4D وبعد كده الـ 5B وبعد كده 6S وبعدين 4F 5D 6P 7S وبعدين 5F 6D 7P ده كده الترتيب الصحيح للأوربيتالز من حيث الانيرجي ده أقل حاجة في الانيرجي وده أعلى حاجة في الانيرجي وخلاص فيهمناهم واحفظناهم وإن شاء الله الترتيب ده بالنسبة لها يكون سهل وده بيهمني جدا 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 أثناء التوزيع الالكترونز لأن احنا بنمشي طبقا لإيه؟ طبقا للانيرجي يعني بنبدأ باللوست انيرجي لحد ما نوصل لأعلى حاجة في الانيرجي تمام يا جماعة؟ تمام يبقى أنا لما يبقى عندي الالكترونز وعايز أوزحها أوزحها إزاي؟ طبقا لقاعدة أوفباو وتبقا لقاعدة بولي وتبقا لقاعدة هند تمام يا جماعة؟ تمام طيب عشان نفهم الدنيا أكتر تعالي ناخد أمثلة على الالكترون كونفيجوريشنز فمثلا لو قلتلك قل لي الالكترون كونفيجوريشنز بتاع زبط الفلورين هتقول لي الفلورين الأتوميك نومبر بتاعها تسعة يعني عندها تسعة إلكترونات؟ هوزحهم إزاي؟ هوزحهم تبقا للثلاث قواعد اللي إحنا لسا إيلانهم اللي هما إيه؟ اللي هما أوفباو برينسبل وبولي إكسكولوجين برينسبل وي هندز دول طيب تعالي نشوف كده التسعة إلكترونات دول أوزحهم إزاي؟ أول حاجة الوان اس الوان اس هياخد تو إلكترونز بس خلي بالك إن إحنا قلنا لازم يكونوا عكس بعض في الاسبان تبقا لقاعدة مين؟ قاعدة بولي تمام؟ وبعدين الـ 2S هياخد 2 إلكترونز خلي بالك برضو إن هما بيكونوا عكس بعض في الاسبان طيب ليه بدأت بالـ 1S وما بدأتش بالـ 2S؟ لإن إحنا قلنا أول أوربيتال بيتميلي بالإلكترونز تبقا لقاعدة أوفباو هو أقل واحد في الإنرجي وأقل واحد في الإنرجي هو مين؟ هو الـ 1S تمام يا جماعة؟ تمام طيب أنا كده استخدمت كم إلكترون؟ كده استخدمت 4 إلكترونات من 9 إلكترونات يبقى أنا متبقى عندي 5 إلكترونات هوزحهم إزاي؟ وأنا عندي 3 أوربيتالات ليهم نفس الإنرجي اللي هو 2BX وال2BY وال2BZ التلاتة دول ليهم نفس الإنرجي هقولك سهلة ما إحنا قلنا طبقا لقاعدة هند؟ لو أنا عندي 3 أوربيتالات ليهم نفس الإنرجي هعمل إيه؟ هبدأ أوزع الإلكترونات الأول فرادة وبعدين لو تبقى معي إلكترونات هبدأ أزاوج وبالتالي الـ 2BX هياخد 1 إلكترون والـ 2BY هياخد 1 إلكترون والـ 2BZ هياخد 1 إلكترون كده أنا متبقى معي كم من 5 متبقى معي 2 هبدأ إيه؟ هبدأ أزاوج فالـ 2BX هياخد 1 إلكترون والـ 2BY هياخد 1 إلكترون وبكده أكون وزعت التسع إلكترونات بتاع الفلورين المستوى الأول أخد 2 إلكترونز أهو اللي هو الـ 1S وبعدين المستوى الثاني أخد 7 إلكترونات في منهم 3 أزواج حرة من الإلكترونات وفيه 1 إلكترون إيه فردي في عندي هو 3 أزواج من الإلكترونات وفيه 1 إلكترون اللي هو الإلكترون الفردي تمام يا جماعة؟ طيب تعالي ناخد إكزامبل تاني لو قلت لك مثلا قل لي الإلكترون كونفجوريشنز بتاع الأكسجن الأكسجن الأتوميك نومبر بتاعه 8 سهلة بقى خلاص الـ 1S هياخد 2 إلكترونز ويكونوا عكس بعض في الاتجاه والـ 2S هياخد بضو 2 إلكترونز ويكونوا عكس بعض في الاتجاه كده متبقى معي كم من 8 متبقى معي 4 إلكترونات وعندي 3 أربطالات ليهم نفس الإنيرجي اللي هم 2BX والـ 2BY والـ 2BZ هبدأ أوزحهم ازاي؟ قلنا هنوزع الإلكترونات الأول فرادة فـ 2BX هياخد 1 إلكترون والـ 2BY هياخد 1 إلكترون والـ 2BZ هياخد 1 إلكترون كده متبقى معي كم إلكترون؟ متبقى معي إلكترون واحد هبدأ أحطه فين؟ أحطه في 2BX تمام يا جماعة؟ يبقى أنا كده وزعت التمن إلكترونات بتاعي الأكسجن المستوى الأول أخد 2 إلكترون اللي هم موجودين في الـ 1S وبعد كده المستوى الثاني أخد 6 إلكترونات اللي هم موجودين في الـ 2S والـ 2B تمام يا جماعة؟ لو لاحظت هتلاقي أن أنا عندي إزوجين حضرين من الإلكترونات وتبقى عندي إلكترونين فرديين تمام يا جماعة؟ اللي هو الإلكترون اللي موجود في الـ 2BY والإلكترون اللي موجود في الـ 2BZ تمام طيب تعالي نشوف الإلكترون بتاع الـ 1N الـ 1S هياخد 2 إلكترون ويكونوا عكس بعض في الاتجاه والـ 2S هياخد 2 إلكترون ويكونوا برضو عكس بعض في الاتجاه وبعد كده هيتبقى معايا 3 إلكترونات هوزحهم إزاي؟ هوزحهم في الـ 3 أوربيتالات اللي هم بتاع LB اللي هم 2BX والـ 2BY والـ 2BZ كل أوربيتال هياخد 1 إلكترون يبقى أنا كده إيه؟ وزعت السبع إلكترونات بتاع مين؟ بتاع النيتروجين أصبح عندي المستوى الأول برضو أخد 2 إلكترون والمستوى الثاني أخد 5 إلكترونات في منهم زوج حر من الإلكترونات اللي هو موجود في الـ 2S ومتباقي عندي 3 إلكترونات فردية اللي هم موجودين في الـ 2BX والـ 2BY والـ 2BZ تمام؟ طيب تعالي نشوف إكزامبل الثاني لو قلت لك قولي الـ electron configuration بتاع الكربون الكربون الأتوميك نومبر بتاعه كام؟ 6 هوزعه إزاي؟ نفس الفاكرة برضو الـ 1S هياخد 2 إلكترون ويكونوا عكس بعض في الاتجاه الـ 2S هياخد 2 إلكترون ويكونوا عكس بعض في الاتجاه كده أنا استخدمت 4 إلكترونات من الـ 6 إلكترونات كده متباقي معايا كم إلكترون؟ متباقي معايا 2 إلكترون طيب هوزعهم إزاي؟ وأنا عندي 3 أربطالات ليهم نفس الإنيرجي اللي هم الـ 2BX والـ 2BY والـ 2BZ هنوزعهم إزاي؟ الـ 2BX هياخد 1 إلكترون والـ 2BY هياخد 1 إلكترون وبكده أكون وزعت الـ 6 إلكترونات بتاع زبرة الكربون تمام يا جماعة؟ تمام طيب تعالوا نشوف كده الإلكترون كونفيجوريشن بتاع مين بقى؟ بتاع الأوجانسون الأوجانسون ده يا جماعة الأتوميك نومبر بتاعه 118 يعني عنده 118 إلكترون وده أكبر عنصر في الجدول الدوري أنا جايبه لك بس عشان حاجة واحدة عشان أفكرك بالـ sub-level G اللي احنا تكلمنا عليه وقلنا إن ده موجود theoretically هو والـ H والـ I صح ولا إيه؟ احنا قلنا الحاجات دي في أول المحاضرة قلنا إن احنا عندنا أربع أنواع من الـ sub-level اللي هما الـ S والـ B والـ D والـ F وقلنا إن هما دول اللي العناصر في الجدول الدوري بتستخدمهم أثناء توزيع الإلكترونات وقلنا إن الـ sub-level G أو H أو I دي كلها حاجات theoretically لكن واقعيا ما فيش عنصر في الجدول الدوري بيستخدم الـ sub-level G أو H أو I أثناء توزيع الإلكترونات فلو بصيت أهو الأوجانسون اللي هو عنده 118 إلكترون ما بيستخدمش مين؟ ما بيستخدمش الـ G أخره هو إيه؟ أخره الـ F تمام يا جماعة؟ تمام الجدول ده بيوضح توزيع الإلكترونات لبعض العناصر يعني أنا جايبهم لك أهو من أول الـ Hydrogen اللي هو الـ Atomic Number بتاعه واحد اللي هو عنده 1 إلكترون لحد الفوسفرس اللي هو عنده 15 إلكترون أنا مش عايزك تبص على التوزيع بتاعهم أنا عايزك كنت أقعد في البيت كده تبدأ توزع الإلكترونات للعناصر ديت اللي هو الـ Hydrogen والهليم وهكذا الحد الفوسفرس وتشوف التوزيع بتاعك صح ولا غلط وتتبقه بالجدول ده وما تنساش طبعا تستخدم الشكل اللي احنا قلنا عليه ده أثناء توزيع الإلكترونات عشان يسهلك الدنيا تمام يا جماعة؟ تمام تعالوا نشوف بقى بعض التعريفات المهمة جدا 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 أول حاجة هو الـ Valence Electrons يعني إيه الـ Valence Electrons يا جماعة؟ الـ Valence Electrons بالعربي كده معناها إلكترونات التكافق يعني إيه إلكترونات التكافق؟ إلكترونات التكافق هي All Electrons in the Outer Most Shell دي اللي احنا بنقول عليها إيه؟ الـ Valence Electrons يعني كل الإلكترونات اللي موجودة في مستوى الطاقة الأخير يبقى كل الإلكترونز اللي موجودة في مستوى الطاقة الأخير بقول عليها الـ Valence Electrons طيب يعني إيه Valence؟ الـ Valence هو الـ Unbeared Electrons in the Outer Most Shell تاني الـ Unbeared Electrons in the Outer Most Shell التكافق هو عدد الإلكترونات الفردية في مستوى الطاقة الأخير تاني التكافق عدد الإلكترونات الفردية في الأوتر Most Shell اللي هو مستوى الطاقة الأخير تمام يبقى تفرق ما بين الـ Valence Electrons والـ Valence الـ Valence Electron هي كل الإلكترونات اللي موجودة في الأوتر Most Shell لكن الـ Valence هو عدد الإلكترونات الفردية في مستوى الطاقة الأخير طيب عندي تعريف تاني مهم برضو وهو الـ Lone Beared of Electrons الـ Lone Beared of Electrons أو الـ Non-Bonding Electrons يعني زوج الإلكترونات الحر اسمه إيه؟ زوج الإلكترونات الحر اللي هو الـ Lone Beared of Electrons وبنسميه الـ Non-Bonding Electrons لأنه هو مش بيدخل في تكوين الروابط هو بيبقى موجود كده فوق الأترم وهنفهم دلوقتي طيب إيه هو Lone Beared of Electrons؟ Lone Beared of Electrons هو Lone Beared of Electrons in Outer Most Shell هو Lone Beared of Electrons in Outer Most Shell يعني عدد الإلكترونات الزوجية في مستوى الطاقة الأخير يبقى أنا عندي عدد الإلكترونات الفردية اللي هو الـ Valence وعدد الإلكترونات الزوجية اللي هو Lone Beared وعندي كل الإلكترون سواء الفردية أو الزوجية اللي احنا بنقول عليها الـ Valence Electrons يبقى يهمني أن أنت تبقى عالي في الثلاث تعريفات دول وتفرق ما بينهم إيه هما الـ Valence Electrons وإيه هما الـ Valence وإيه هما Lone Beared of Electrons تمام يا جماعة؟ تعالوا ناخد بقى أمثال عشان الدنيا توضح أكتر لو قلت لك مثلا زرة الفلورين عندها كام Lone Beared of Electrons زرة الفلورين عندها كام Lone Beared of Electrons هتقول لي أن Lone Beared of Electrons ده عدد الإلكترونات الزوجية في مستوى الطاقة الأخير تعالوا نشوف فين مستوى الطاقة الأخير أهو هو ده مستوى الطاقة الأخير اللي هو المستوى الثاني المستوى الثاني ده فيه كام إلكترون زوجي؟ واحد اثنين ثلاثة عندي ثلاث أزواج من الإلكترونات وبالتالي يبقى Lone Beared of Electrons على زرة الفلورين كام؟ هتقول لي ثلاثة يبقى إيه هو Lone Beared of Electrons يا جماعة؟ هو Lone Beared of Electrons يعني الإلكترونات الزوجية وأنا عندي هنا كام إلكترون زوجي في مستوى الطاقة الأخير عندي ثلاثة إلكترونات زوجية اللي هو الـ 2S والـ 2BX والـ 2BY تمام يا جماعة؟ طيب لو قلتلك الفيلنس بتاع زرة الفلورين كام؟ هتقول لي الفيلنس هو عدد الإلكترونات الفردية في مستوى الطاقة الأخير في مستوى الطاقة الأخير أهو فيه عندي كام إلكترون فردي؟ أهو هتقول لي واحد بس يبقى الفيلنس بتاع زرة الفلورين واحد يعني هي بتعمل كم ربطة؟ يعني الفلورين بيعمل ربطة واحدة بس الفيلانس يا جماعة هو عدد الروابط اللي الزرة بتكونها اللي هو التكافؤ تمام يا جماعة؟ يبقى الفيلانس بتاع زرعة الفلورين كام؟ هتقول لي واحد طيب عدد الروابط اللي زرعة الفلورين بتكونها هتقول لي واحد ما هو الفيلانس طيب لو قلتلك زرعة الفلورين عندها كم زوج حر من الإلكترنات؟ هتقول لي عندها 3 أزواج حرة من الإلكترنات طيب لو سألتك وقلتلك الفيلانس إلكترونز في زرعة الفلورين كام؟ هتقول لي ده ده عدد الإلكترونات الكلية سواء زوجية أو فردية في مستوى الطاقة الأخير فهتشوف مستوى الطاقة الأخير كده فيه كام إلكترون هتقول هدي واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة يبقى الفيلنس إلكترونز في زرعة الفلورين كام هتقول لي سبع إلكترونات تمام يا جماعة تعال ناخد مثال تاني لو قلتلك قل لي كده الفيلنس بتاع زرعة الأكسجن الفيلنس بتاع زرعة الأكسجن يعني ايه؟ يعني عدد الإلكترونات الفردية في مستوى الطاقة الأخير أنا عندي هنا كام إلكترون فردي يا جماعة عندي هنا تو إلكترونز وبالتالي الفيلنس بتاع زرعة الأكسجن كام هتقول لي اتنين يعني هي بتكون كام ربطة يعني بتكون ربطتين طب لو قلتلك عندها كام لون بير أوف إلكترون هتقول لي نبص على أزواج الإلكترونات الحرة اللي موجودة في مستوى الطاقة الأخير أنا عندي كام زوج من الإلكترونات هنا في مستوى الطاقة الأخير اللي هو ده عندي اتنين يبقى عندها كم لون بير اف الكترون عندها اتنين تمام يا جماعة طب لو قلتلك الفيلانس الالكترون كام هتقول لي احسب عدد الالكترونات الكلية في مستوى الطاقة الاخير اللي هما اتنين اربعة ستة تمام يا جماعة تمام تعال ناخد اكزامبل تاني برضو عشان نفهم لو قلتلك قل لي الفيلانس بتاع زارة النايتروجين هتقول لي هنبص على عدد الالكترونات الفردية في مستوى الطاقة الاخير عندها كم الالكترون فردي عندها تلاتة يبقى هي بتكون كم رابطة يبقى بتكون تلاتة رابط يعني الفيلانس بتاع النايتروجين كام هتقول لي تلاتة تمام يا جماعة تمام طب لو قلتلك عندها كم لون بير اف الكترون يعني عندها كم زوج حر من الالكترون هتقول لي ان هي عندها واحد بس اهو زوج حر من الالكترون اهو اللي هو موجود في الـ 2S تمام يا جماعة؟ تمام طب لو قلت لك الـ Valence Electrons بتاع زرية الـ Nitrogen Camp هتقول لي نحسب عدد الإلكترنات في مستوى الطاقة الأخير اللي هو هيكون 2 و 3 يبقى 5 إلكترنات تمام يا جماعة؟ طب تعالي لو ناخد مثال تاني لو قلت لك مثلا قل لي الـ Valence بتاع زرية الكربون هتقول لي الـ Valence ده معناه عدد الإلكترنات الفردية في مستوى الطاقة الأخير فين مستوى الطاقة الأخير اللي هو المستوى الثاني ده طيب فيه كم إلكترون فردي هتقول لي فيه اتنين يعني المفروض الـ Valence بتاع الكربون يبقى إيه؟ يبقى سناقي يعني المفروض الكربون تكون ربطتين بس في الحقيقة ده مش حاصل في الحقيقة الكربون بتكون كم ربطة؟ الكربون بتكون أربع روابط طب إزاي الكربون بتكون أربع روابط وهي عندها إلكترونين فرديين ده بقى موضوع الحلقة بتاعتنا الجاية إن شاء الله وهو التهجين تمام؟ الجدول ده ملخص اللي احنا قلناه ولازم تبقى عارفه وفهمه لازم تبقى عارف إن زرة الهيدروجين الـ Valence بتاعها وحادي يعني بتكون ربطة واحدة تمام؟ وما عندهاش أي لون بير اوف إلكترون زرة الكربون بتكون أربع روابط وما عندهاش أي لون بير اوف إلكترون زرة النيتروجين بتكون ثلاث روابط وعندها لون بير اوف إلكترون واحد بس زرة الأكسجن بتكون ربطتين وعندها زرية الهالوجين ايا كان سواء فلور او كلور او بروم او يود الهالوجين كله عموما بيكون ربطة واحدة بس وعنده 3 ازواق حرة من الالكترونات يبقى الهالوجين يا جماعة بيكون ربطة واحدة بس وعنده 3 ازواق حرة من الالكترونات والاكسجن بيكون ربطتين وعندها زوجين حرين من الالكترونات والنيترجن بيكون 3 روابط وعندها زوج حر من الالكترونات والكربون بتكون أربع روابط وما عندهاش أي زوج حر من الإلكترونات والهايدرجون بتكون ربطة واحدة وما عندهاش أزواك حرة من الإلكترونات تمام يا جماعة؟ بكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا أتمنى أكون أفدتكم ولو حد عنده أي سؤال أو أي استفسار في أي نقطة يكتبوا في كومنت سواء على اليوتيوب أو الفيسبوك أو يبعث لي ميسج أنا تحت أمركم في أي وقت أتمنى ليكم التوفيق وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة